مرحبا وأهلا وسهلا والسلام للجميع اليوم بدأ نبدأ في مشروع جديد من مشاريع اليوتيوب رح نحكي بعدة حلقات عن الشغلات اللي لازم تحضرها لما تيجي على كندا رح نبدأ معك خطوة خطوة من ما قبل الحضور إلى كندا شو رح تسوي في المطار أول أيام شو رح تسوي شو الشغلات اللي لازم تنتبه لها وشو الشغلات اللي بدك تقوم فيها هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا اليوم حلقتنا رح تكون شو الشغلات اللي لازم تجهزها والأوراق والدوكمنت اللي بدك تجهزها قبل ما تطلع على المطار لازم تكون هالأوراق معك تكون عارف شو بدك في لستة من الأوراق في شغلات يمكن بتكون خاصة فيك أو في عائلتك لك تنتبه عليها هاي الأوراق اللي بشكل عام الناس لازم تجيبها معهم طبعا أول شغلة أكيد اللي هي جوازات السفر لإلك ولجميع أفراد العائلة تأكد أنه جوازات السفر معك إذا قدرت أنك تجدد جوازات السفر قبل ما تيجي بيكون أفضل عشان هون معظم الوقت رح ترعود فترة طويلة فعشان ما تكون جوازات هاي منتهية حاول تجددها في الوقت المناسب الشغلة الثانية اللي هي طبعا الفيزا بتكون على جواز السفر مش هتنساها إذا جيب جواز السفر اللي هي الورقة بسموها لاندينج دوكومنت أو لاندينج بيبر بسموها ناس اللي هم عطوك إياها في السفر عشان تقدر تستخدمها لما توصل على الحدود هاي الورقة مهمة جدا والمهم جدا انتبه 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 انه هاي الورقة يضل معك منها كوبي طول ما انت موجود في كندا ما تضيعها لانهم بحتاجوها يوم ما تاخد الجواز او جنسية لما تقدم على الجنسية ولما تاخد الجنسية وبحتاجوها لما تقدم على البنشن اللي هو لما تتقاعد فهاي الورقة مهمة جدا انها تضلها عندك في مكان محفوظ مع الجوازات دائما الشغلة الثالثة طبعا اذا في عندك رخص قيادة اللي هي للسواق السيارات اذا عندك هاي الرخصة موجودة باللغة الانجليزية ممتاز معظم الدول في العالم بتكون عندهم موجودة باللغة الانجليزية اذا ما عندك باللغة الانجليزية ترجمها واجيبها معاك ام ترجم الشغلة الرابعة اللي هي شهادات الميلاد لجميع افراد العائلة بلا استثناء بما فيهم انت يمكن ما تستخدم شهادة ميلادك الكبار عادة قليل بس خليها احتياطا معك طلع شهادات ميلاد باللغة الانجليزية من الاحوال المدنية او من وزارة الداخلية واجيبهم معك النقطة اللي بعدها دفتر العائلة او صورة منه في كتير احيانا ممكن تستخدم هذا الدفتر صارت معاي حالتين تلات مش كل الناس بتستخدمه خليه معك مش هتخسر اللي بعدها اللي هي الشهادات الدراسية شهادات الدراسية للاطفال مهمة جدا اللي هي انه تخرج من الصف الرابع او الخامس او الثالث او الثاني وكيف كانت علاماته لانه بتستخدمها لما تسجل اطفالك في المدرسة والشهادات الجامعية اليك هاي مهمة جدا فالشهادات الدراسية للجميع والشهادات الجامعية المطعوم الصحي او اللقاحات بنسميها لجميع الاطفال خاصة اللي كبار يمكن ما يطلبوا لذي روح تنيرسينج او اللاتج او اللقاحات او كيف بتسموه بدفوا مريش سرتيفكیات او سهادة الزواج مهمة جدا عشان تثبت الصلة بينكم ومتى تزوجته قد تحتاجها مش دائما قد تحتاجها شهادات الخبرة اللي إليك و لزوجتك و للك جميع الأطفال أو الأبناء اللي فوق الـ 18 سنية إذا عندهم شهادات خبرة بسموهم Experience Letters ومعناها إنه هذور الشهادات اللي تخدها من موظفك أو شهية العمل اللي انت كنت تشتغل معها تثبت إنك اشتغلت عندهم بخبرة كذا وكيف كان أدائك خلال هذه الفترة شهادت خبرة من شركة تأمين تبعد السيارات كتير ناس ما بتذكروها أنا كتير استفدت منها لما بتيجي هون على كندا بدك تعمل تأمين على السيارة عادة ما بأخدوا التأمين اللي من دول ثانية يعني بقول لك كم سنة إلك خبرة في كندا أنت بتكون صفر اليوم أو عشر أيام أو أسبوع أو أسبوعين بس بدك تسوي السيارة فعادة من التأمين بكون عالي لأنه ما عندك خبرة في السواقة في كندا أنا أول شركة رفضت شهادة الخبرة من شركة التأمين اللي أخدتها من الدولة اللي جيت منها الشركة التانية رفضت الشركة التالتة أخدت ونزلتلي سعلا حوالي 50 دولار بالشهر من التأمين فبتفيدك كتير شهادة خبرة من شركة التأمين اللي أمنت فيها على السيارة للسنوات الماضية شغلة مهمة برضو تجيبها معاك الملف الصحي خاصة إذا في مشاكل صحية عندك أو عند العائلة مثلا واحد عنده مرض معين حساسيات معينة أدوية كانت تستخدمها إذا أنت بتستخدم مثلا لا سمح الله أدوية كوليسترول أو أدوية ضغط أو أدوية جيب ريبورت من دكتورك الملف الأسنان مهم جدا شو الأسنان اللي سويتها متى سويتها شو الشغلات اللي لازم تسويها الأطفال اللي عندهم تقويم ثابت خاصة لازم جيب ريبورت بروغرس ريبورت من الدكتور يوضح شو نوع السيستم اللي استخدموه لازم تنتبهوا أنه أول ثلاث أشهر من جلوسكم في كندا ما في عندكم تأمين صحي فإذا بتقدر تشتري تأمين صحي من شركة والأفضل إنها تكون شركة كندية أو عاملة في كندا عشان ما تتغلب في الكليمز أو في الملاحقة إذا صار عندك مشكلة عادة أول ما تدخل على كندا أول ثلاث أشهر أنت غير مؤمن صحيا إذا لو صمح الله صار إشي معك أو مع الأطفال بدك تدفع من جيبتك فالأفضل إنك تشتري تأمين لهذه الثلاث أشهر عشان تكون بالجانب السليم أو بالسير سايت كشف حساب بنكي مهم جدا طبعا أنت راح تجيب فلوس معك بس قبل ما تسحب هالي فلوس خد كشف حساب يبين قديش عندك مبلغ في البنك عشان لما تيجي تدعهم هون أحيانا بيسألوك من أين لك هذا خاصة المبلغ أكبر من عشر ألاف دولار وعادة بدك تجيب أكثر من عشر ألاف دولار فبطلبوا منك يثبت فبتقول أنا جيت إميغرانس وهم كانوا في البنك وأنا سحبتهم من البنك وهي إثبات ذلك طبعا لما توصل لحدود هنحكي عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله راح يسألوك أديش المبلغ اللي أنت جايبه معك ويحطوه لك إياه في ورقة معينة الشغل الأخير اللي عندي في الذاكرة إنها كشف بالأشياء اللي أنت شحنها إذا أنت متجيبها معك مثال في ناس كتير وهذه مسموحة إلك في كندا إذا أنت أول مرة بتيجي لاندينغ في كندا بتقدر تشحن أغراضك من دولتك إلى كندا مباشرة عادة متأخد وقت لأن الشحن بيكون أرخص فبيكون في البحر ممكن تشحن بهذا أيضا عشان تأخد فري من التاكس أو التخليص الجمركي لازم تعمل لهم إثبات أو محضر إثبات لما تدخل فهما بيسألك الأوفيسرز حنيحكي عنها في الحلقة القادمة فلازم يكون معك كشف بهاي الأشياء اللي أنت جايبها أو أنت مش جايبها معك فعليا بشحنها مثال عندك طائم كنبيات، تلفزيون، تلاجع أنا أبدأ أحكي عن هاي الشغلات ما تجيبها بشكل عام لكن في ناس ممكن عندهم شغلات جديدة حابين يجيبوها حنحكي بالحلقة القادمة إن شاء الله عن الشغلات اللي تجيبها والشغلات اللي ما تجيبها لكن كشف هذا لازم يكون معك واضح وصريح شو الأشياء اللي موجودة بالشرط حتى إذا في أواعي أكتب فيه كلوز، فيه يوز كلوز أو ميو كلوز إذا فيه أشياء براندز مشهورة مثلا شوند قوتشي ولا مش عارف إيش لأنها عادة تتجمرك فعشان ما تتجمرك وما تتغلب في الموضوع هذا لازم تكون مسجلها بالكشف هذا أتمنى هاي الحلقة تكون أعجبتكو هاي راح تكون حلقة من سلسلة حلقات تابعونا على هاي القناة عملوا سبسكرايش يعني عملوها الشير لأصدقائك وإذا عندكو أي سؤال حطوه في الكومنت بحاول أجاوبه إذا استطعت وعملوا انقروا على الجرس هذا عشان يجيكم كل التنبيهات لأن في كتير ناس تسألني تقول لي أنا ما بجيني تنبيهات عشان تجيك تنبيهات وانقر على الجرس ونراك في هلقة قادمة السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر